خلينا الآن نشوف الجرامر المطلوبة معنا في هاي الوحدة القاعدة المطلوبة هي قاعدة سهلة جدا وبسيطة اسمها قاعدة present continuous present continuous يعني المضارع المستمر طيب نحنا دائما لما نيجي ندرس قاعدة جديدة لازم نعرف متى باستخدم هاي القاعدة اعرف شكل القاعدة الكيوردز الدلالات اللي ممكن دلني كيف انفي القاعدة وكيف اسأل عليها السؤال في البداية خلينا نعرف انا متى باستخدم قاعدة present continuous قاعدة present continuous تستخدم عندما نتحدث عن شيء مستمر في الوقت الحالي تستخدم عندما نتحدث عن شيء مستمر في الوقت الحالي يعني الان هذا الشيء مستمر على سبيل المثال we are studying يعني نحن الان ندرس we are studying يعني نحن الان ندرس طيب خلينا نشوف شو الفورم لهاي القاعدة او شو هو شكل القاعدة بالنسبة للفورم يتكون من subject subject يعني فاعل بعدين عنا am او is او are راح نحط بعض الفاعل يا ام يا از يا ار plus verb ing plus compliment يعني تكملت الجملة اهم اشي الفعل شو لازم نضيف له ing هاي الing هي اللي راح ادلني على ماذا راح ادلني على اشي اسمه الاستمرارية الاستمرارية يعني انه الفعل لما اشوف الing بعرف انه الفعل في حالة الاستمرارية اذا كان عنا subject i لازم نحط بعده am عارفينها اذا كان subject singular زي مثلا she he it او اي اسم مفرد لازم نضيف as اذا كان subject we they you او اي اسم جمع يعني plural subject لازم نحط are وما ننسى تضيف الing طيب خلينا نشوف الkeywords الدلالات اللي ممكن تدلني على انه هاي القاعدة او هاي الجملة في زمن المضارع المستمر اذا شفنا كلمة now now معناها الان at the moment في هذه اللحظة look معناها انظر انظر يعني انا راح احكي لك انظر لشيء موجود الان مستمر be careful او be quiet كن حذرا او كن هادئا طيب خلينا ناخد examples امثلة طيب i am studying now i am studying now يعني انا ادرس الان شو الدلالة اللي موجودة عندنا هون الدلالة اللي موجودة معنا كلمة now now معناها الان وبالتالي راح اعرف انه هاي الجملة مستمرة او تحدث الان شو عملنا حطينا i انا والاي شو راح تاخد تاخد ام شو ضفنا للفعل ing ممكن تشوف هذا الشكل i am مختصرة هاي نفسها i am نفس الشيء طيب ننتقل الى الجملة الثانية she is sleeping at the moment she is sleeping at the moment يعني هي نائمة في هذه اللحظة هي نائمة في هذه اللحظة هون الفاعل عندنا مفرد she فبالتالي شو حطينا is شو ضفنا للفعل ing ليش استخدمنا هاي القاعدة لانه شو شفنا شفنا هون key words دلالة بتدلني على انه هاي الجملة في الزمن المضارع المستمر يعني كلمة at the moment في هذه اللحظة ممكن نكتب she is she is she is هي نفسها she is طيب الجملة الثالثة be quiet كن هادئا the children are sleeping the children are sleeping يعني كن هادئا ال اطفال نائمون شو اللي خلاني اعرف انه هاي الجملة في الزمن المضارع المستمر هي كلمة be quiet كن هادئا the children are sleeping يعني الاطفال نائمون اذا الدلالات now at the moment look be careful be quiet nowadays يعني في هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر